السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحباتي متابعين ومتابعتي ان شاء الله اليوم بنكمل جزء الثاني من البطنية وليس الجزء الثاني من البطنية حيكون فيها الجزء الثاني والثالث عشان يكون الشرح مفصل وواضح للبنات حتى للمستوى المتوسط فان شاء الله في اسئلة كتير جاتني من البنات عن نوعية الخيوط عن كمية الخيوط اللي حين نستعملها في البطنية عن الألوان أو أرقام الألوان هاي التفاصيل كلها ان شاء الله بشرحها في فيديو منفصل عن هذه البطنية الحين نشتغل بس على الغرز ونعرف ان نشتغل بالغرز نشتغلوا بالألوان اللي عندكم من بقاير خيوط أو شيء اللي تدربون على واحدة وبنزلكم الفيديو عشان تبدون تشتغلون المشروع كامل ان شاء الله في فيديو منفصل عشان في شوي التفاصيل لازم نشرحها وما لازم أشرحها كلها في نفس الفيديو لأن الفيديوهات تجي طويلة مرة وحيختلط الشرح مع التفاصيل حق الشغل أو مع الكلام عن الشغل يجيكم بعض البنات ما يحبون هذه الأشياء يحبون انه نسترسل في الشغل أول شيء ونتعلم ثم هذه الساعة نشوف كيف نشوف المواد اللي حن نشتغل بيها يعني كمية الخيط نوعية الخيط هذه التفاصيل الألوان الخيط اقتراحات في الألوان هذه الأشياء تجي في فيديو منفصل يكون أحسن المهم الحين نكمل الوحدة اللي بديناها في الجزء الأول نبدأ أعلى بركتي الله بالنسبة البنات اللي يسألوني عن رقم الصنارة اللي أشتغل بيها أنا أشتغل بصنارة 2.5 هذه الصنارة توليب 2.5 فيكم بتشتغلون لنا الصنارة رقم 3 حسب نوعية الخيط بالحق إنه لازم أقول لكم إنه حسب نوعية الخيط اللي انتم قاعدين تشتغلون بيه أنا أشتغل بخيط قطن اللي هو من يارين أرت جينز بالنسبة لهذا النوعية من الخيط نشتغل فيها لين ثلاثة خلاص إذا استعملتوا نوعية أسبك من هذه فيكم تشتغلون لين خمسة إذا استعملتوا خيط أدخل خلاص نبدأ على بركة الله عندنا الدور أول شي شوفوا اشتغلنا واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة هذا فيه هذا اتنين خمسة خمسة أدوار ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حد عشر الحين بنشتغل على الدور رقم 12 نبتدي على بركة الله زي ما قلت لكم بنشتغل البثلات هذي بنشتغل البثلات هذي عندنا هين في هذا الطرف من هنا بنشتغل فيه خمسة عوامين في الطرف من هنا ومن هنا عمودين بلفة هنا عمود بلفة و هنا عمود بلفة وفي النص 3 عواميد بلفتين بينهم 2 سلسلة ونمشي ناخد 1 2 3 4 4 سلاسل ونشتغل من تحت انتم حتشوفون معاي كيف نشتغل حنشتغل من هنا من ورا الشغل وكذلك كده 1 2 3 4 5 ونشتغل من ورا الشغل دائما بتشوفون معاي الحين كيف حعمل نشتغلها نبتدي على بركة الله انتم شايفين معاي حنيجي ورا نيجي حنبدأ من هنا حنيجي ورا العمود هنا عندنا عمود بلفة عندنا نص عمود وعندنا عمودين بلفة عند اول عمود بلفة من هنا هذا نص عمود عندنا قرزة حشو نص عمود وهنا عندنا عمود بلفة اول عمود بلفة من هنا اول عمود بلفة نيجي وراه ورا الشغل هنا نيجي ورا شغل من هنا ونبدأ اتمنى انه واضح معاكم اخلي الاوراق هنا شوفوا هنا بهذا الشكل ندخل السنارة هنا ونشتغل هنا حنشتغل ناخد ناخد منزلقة وناخد سلسلة ونرجع نسوي هنا غرزة حشو عشان ايش عشان هذه هي اللي حنبدأ بيها لما نيجي نقفل هنا غرزة حشو ونمشي كده نمشي بهذا الشكل لين نوصل في النص من هنا شوفو معايا عشان تكون الشغل مواضح لكم عند هادو البتلات هادو هم البتلات هادو تشوفوهم معايا شفتو عندنا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة هذا هو الظهر نشتغل في الخلف هادو من هنا هنا في الخلف كده في خلف هادو الشغل شفتو هنشتغل زي ما قلت لكم واحد اثنين ثلاثة اربعة غرزة حشو واحد اثنين ثلاثة اربعة غرزة حشو واحد اثنين ثلاثة اربعة هنا في النص شفتو معايا هاد العمودين هنا هنيجي من هنا شفتو معايا هنيجي ورا هادو وناخد من هذا العمود بلفتين وهذا العمود بلفتين كده وندخل هنا ونشتغل غرزة حشو كده منسلقة اول شي منسلقة مو غرزة حشو بس منسلقة ونسوي واحد اثنين ثلاثة اربعة واحد اثنين ثلاثة اربعة وعندنا هنا فوق اول عمود هنا عندنا غرزة حشو نص عمود وهنا دول العمودين اللي احنا مشتغلين هم هنا نخلي الاول ونجي عند الاخر هنا بدينا بالاول هنا من اول وهذا هو الثاني هنا هنبدي نخلي هذا الثاني ونبتدي من اول من هنا كده ناخد كده ونشتغل بهذه الطريقة كده هنا نجي هنا فوق هذه هنا هنشتغل خلي كده ما هنسوي لا سلسلة ولا شي دايريكت كده هنا ونشتغل في هذا الفوق هادي فوق فوق هذا نشتغل شوفوا معايا ورا هذا الخات وراه من وراه كده معايا فوق الغرزة فوق غرزة الحشو اللي في اللي في النص اللي كنا اشتغلناها في النص هي اللي هناخد منها العواميد كده هنقلب الشغل هادي هادي كده نقليها كده ونشتغل هنا هادي هنا غرزة حشو وهنا هنا غرزة حشو هنشتغل احنا فوق هادي هنا في غرزة الحشو هادي هنشتغل عمود بلفة سلسلتين واحد اتنين لفتين كده عمود بلفتين هدا واحد سلسلتين واحد اتنين ونشتغل عمود تاني بلفتين واتنين سلسلتين واحد اتنين ونشتغل عمود بلفتين وكذلك واحد سلسلتين واحد اتنين ونشتغل هنا عمود بلفة ونجي هنا عند اول عمود هنا بلفة خلينا ننص العمود وهنا عند اول عمود خلفه من وراه من وراه كده نشتغل هنا برزة حشو ونمشي اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة وخلف العمودين هادوله من هنا من الخلف ناخد من هنا كذلك منزلقة ونمشي نشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة ونجي عند اول عمود بلفة من هنا وفي الخلف حقه من هنا من خلف العمود بلفة ناخد ناخد غرزة حشو ونجي هنا في غرزة الحشو اللي في النص وراه هادي من هنا في الخلف حقها من هنا في غرزة الحشو ناخد عمود بلفة سلسلتين هنا عمود بلفتين واحد هنا اتنين سلسلة واحد اتنين عمود بلفة اتنين سلسلة واحد اتنين وعمود بلفة رقم ثلاثة اتنين وعمود بلفة رقم ثلاثة واحد اتنين وعمود بلفة رقم ثلاثة وعمود بلفة رقم ثلاثة هنا هنا عندنا هنا غرزة حشو نص عمود في اول عمود بلفة من هنا في الخلف نشتغل حشو 0 4 3 1 2 3 4 ونشتغل خلف العمودين هاتول اللي هنا تحت بناخد 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 من هنا في الخلف حقهم اتنين هم بناخد واحدة من هنا و SAM ونشتغل نشتغل منصلقة و 4 3 1 اثنين ثلاثة اربعة ونجي عند عند اخر عمود بلفه من هادا اللاحية ناخد من الخلف حقه قرزة حشو وناخد في النص هنا ورا هادا نجي ناخد في قرزة الحشو اللي في النص نشتغل فوقها اثنين سلسلة عمود بلفتين هادا اول واحد واثنين سلسلة وعمود بلفتين مرة تانية واثنين سلسلة وعمود بلفتين مرة تالتة واثنين سلسلة وعمود بلفه واحده وهنا عند اول عمود نجي من خلفه ونشتغل ونشتغل غرزة حشو اربع سلاسل واحد اثنين ثلاثة اربعة وهنا في اخر هنا عمود بلفه نشتغل غرزة حشو وهنا في غرز فوق غرزة الحشو اللي في النص نشتغل عمود بلفه اثنين سلسلة بعدها ثلاثة عواميد بلفتين كل عمود بلفتين نشتغل بينهم سلسلتين نشتغل عمود بلفتين نشتغل عمود بلفتين نشتغل عمود بلفتين ثلاثة اثنين سلسلة وعمود بلفة واحد انا اشتغلت هنا شفتوا معا اربع بثلاثة واحد اثنين ثلاثة اربع بكمل للاخير وارجع محاكم هنا عندي اخر بدلة اشتغلت ورا هذا العمود بشتغل هنا فوق بشتغل هنا فوق برزة الحشو بشتغل فيها البدلة الاخيرة واحد اثنين عمود بلفتين سلسلتين وعمود ثاني بلفتين واحد اثنين عمود ثالث بلفتين هنا واحد اثنين واخر عمود بلفة خلاص واجينه واجفل الخيط بمنزلقة احنا كده ونخلصنا من هذا الدور رقم 12 اللي هو سوينا في البدلات هذه هادي شفتوا معا خلاص نشتغل الحين نختار لون ونشتغل به الدور رقم 13 اللي هو هيكون فيه رقم 13 هيكون فيه البوب كورن عبارة عن بوب كورن واحدين ثلاثة اربعة في هادي الفراغات اللي هنا هنشتغل بوب كورن وهنا فوق هنا فوق هادي هنشتغل بهادي هنشتغل فيها الوحدة هادي يلا هركزوا معايا في هذا الدور لانه شوية يبغى شوية التركيز هنبتدي زي ما انتم شايفين كنا هنا هنا في هادي في البدلات بدينا من هنا بدينا من اول عمود بلفة في هذا السطر بدينا من هنا صح؟ احنا الحين هنرجع هنشتغل على هذا العمود بلفة لجنبهم لجنب الثنين اللي عندي هنا بنشتغل على هذا بنجي هنا من الخلف بنجي من الخلف العمود هذا من الخلف من هنا وناخد كده ناخد من هنا بنشتغل على هنا بالغرزة الحشو هتكون البداية من هنا هنشتغل هنا هنشتغل هنا اول شي اول شي عشان نشد الخير منزلقة ثم غرزة حشو خلاص عشان تبت الخير خلاص سلسلة و هنجي في اول فراغة من الخمسة واحد اثنين تلاتة اربعة هنا عندي اربع فراغات واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة خمسة عواميد بينهم هنا اربع فراغات هنجي عند اول فراغ ونشتغل مو البوبكورن لا مو غرزة البوبكورن بس هي غرزة البابل البابل ناخد عمود مو مكتمل كده نخلي الحلقات في السنار اثنين ثلاثة ثلاثة اربعة و ناخد الخير و نسوي ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثة و كذلك هنا واحد واحد نخلي هذه في السنار نخلي الحلقات في السنار ثلاثة يعني اربع عواميد بلفة غير مكتملة ثلاثة 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 و ناخد هنا عمود اول و العمود الثاني و العمود الثالث و العمود الربع الربع في النهاية يكونوا عندي خمسة حلقات يعني هادي حلقة ích السلاسل من هنا والحلقات الأربعة حقية العوامير من هنا ونسحب ونسوي 3 ثلاثة واحد اثنين ثلاثة ونجي ناخد أول عمود ثاني عمود لفة ثالث عمود ورابع عمود وهنا كده سلسلة واحدة وننزل هنا شفتوا هادولة ثنين عمود بلفة اللي اشتغلناهم هنا حنجي على العمود بلفة اللي في الفراغ هذا نشتغل وراه هنا وغرزة حشو وغرزة حشو حلناخد ديما انتم شاهدون حلناخد هنا غرزة حشو اللي هي حديجي فيني هاده غرزة حشو هاده غرزة حشو ونجي هنا واحد اثنين ثلاثة ثلاث ثلاث سلاسل تشوفون معايا كيف نشتغل واحد اثنين ثلاثة هنا لما تشوفون الباترون هذا عندنا هنا ثلاثة اخذنا هنا ثلاثة واحد اثنين ثلاثة اخذناها اخذنا ثلاثة تشوفوا النجمة هاده شفتوا النجمة الحمره هاده تقصد بيها المصممه هاده الوحده اللي حنشتغلها على السطر حنشتغلها على السطر الـ 11 على السطر عشرة هاده 11 هاده 11 هاده 10 حنشتغلها هنا في هاده حنشتغلها هنا شفتوا هاي حنشتغلها هنا فوق يحط لكم هنا علامة هنشتغلها فوق الـ 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 البيكو فوق غرزة البيكو هاده النجمة اللي هي هاده كم هتشتغل هنا هول شي غرزة حشو غرزتين حشو اللي موجودة هنا اشتغلت فوقهم اللي موجودين هنا اشتغلت هنا السلاسل واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احدى عشرة احدى اثناشر سلسلة بتشوفوا معايا هنا اركزوا عشان تفهمون حنجي هنا بهذا الشكل من هنا في فوق غرزة البيكو هذي حاولوا تفتحون الفتحة في غرزة البيكو تلاقون فتحة كده وتشتغلون اول شي كده حشو صح? خليكم مركزين معايا عشان لان شوي الشغل فيها يجيكم كده بهذا الشكل شفتو هنا حلنا اخذ من هنا شفتو غرزة حشو من وسط من وسط الغرزة البيكو انا حاول اشرح لكم بس انتم انتبهوا بس معايا واحد شوفوا عندي هنا هنا غرزة حشو ارتفاع اتناشر ثلسلة واحد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احدعش اتناش اتناش هذي اتناش بتجاوز هذي واشتغل فوق هذي منزلقة عندي اتناش خليت اتناش واجي الحدعش اشتغل هنا منزلقة اول غرزة منزلقة كده اول غرزة منزلقة بعدها بعدها مباشرة في هذي نشتغل غرزة حشو وبعد غرزة الحشو مباشرة نشتغل نص عمود وبعدها نص عمود تانية كده نص عمود بعدها هنشتغل غرزة حشو بعدها منزلقة كده منزلقة ونرتفع من هنا اخذنا منزلقة هنرتفع سبعة سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة 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 بنخلي هذي السابعة من هنا السابعة هي هذي نخليها ونشتغل في اللي جنبها منزلقة وفي اللي جنبها غرزة حشو وعمودين بعد غرزة الحشو عمودين نص عمود نص عمود غرزة حشو منزلقة هاي المنزلقة الاولى بعد هذي نسوي منزلقة الاولى والمنزلقة التانية اتنين منزلقة شوفوا ما يقرأ الباترون هنا طلعنا اتناشر سلسلة هذي اتناشر سلسلة بعد اتناشر سلسلة فوق هذي اللي هنا نخليها نرجع تحت ونسوي منزلقة غرزة حشو عمودين نص عمود نص عمود اتنين مرة حشو منزلقة هذي المنزلقة ونرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة السبعة هنا ونشتغلها للسادسة هذي منزلقة نشتغل غرزة حشو هذو اتنين نص عمود غرزة حشو اتنين منزلقة واحد اتنين كده واحد اتنين هنروح كمان سبعة سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ونرجع فوق رقم ستة هنا نشتغل منزلقة حشو اتنين نص عمود حشو وهنا نرجع كلهم بمنزلقات بعد المنزلقات نسوي حشو في نفس غرزة ألبيكم هنا سوينا المنزلقة التانية هنروح نسوي هنا سبعة سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة سبعة هنا سبعة سلاسل فوق هنا بتجاوز هذه وفوق ستة هنا اشتغل فيها منزلقة فيها انشتغل اللي بعدها غرزة حشو في اللي بعدها نص عمود وفي اللي بعدها نص عمود وفي اللي بعدها منزلقة وهنا المنزلقة اللي هنا اللي بعدها شوفوا معاي هنا منزلقة وعندي هنا منزلقة تانية في التالتة التالتة المنزلقة التالتة ما بناخدها من هنا من النص ركزوا معايا هنا يا الله ما بناخدها من هنا من النص هذا لأ عشان نقفل هذا الفراغ الشوي هذا الطقب هذا عشان نقفله حناخدها من هنا من تحت شوفوا الغرز معايا كيف هنا السلاسل هذه السلاسل اللي هنا تحت بنيجي خلي هذه السلسلة ما ناخد من هنا ولا من هنا حناخدها من هنا حناخد المنزلقة من هنا شوفوا معاي حناخدها خلي هاده نجي هنا من تحت من السلسلة تحت وناخدها كذا منزلقة كذا ثم نمشي عادي على القرز الثانية منزلقات بهذا الشكل بشكل طبيعي عادي مو من تحت من فوق من السلسلة الفوقانية مو من هاده من هاده من فوقها كذا خلاص لما خلصنا نجي نرجع هنا عند غرزة الحشو هاده ونسوي غرزة حشو كذا ونشتغل ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثة ونجي هنا زي ما قلت لكم في الفراغ هاده عندنا عمود بلفة وعندنا عمود بلفتين هنجي عند العمود اللي بلفة هنا وناخد غرزة حشو كذا سلسلة وننروح نشتغل هنا الببل واحد ثلاثة تنين ثلاثة اربعة ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثة وناخد الببل واحد اثنين ثلاثة اربعة ونسعة ثلاث سلاسل وكذلك نفس الشي ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثة وناخد هنا عوامين اربع عوامين غير مكتميل اربع عوامين بلفة غير مكتميلة اللي هي غرزة الببل خلاص سلسلة ونفس الشي زي ما قلت لكم في الفراغ هنا عندي عمود بلفة وعندي عمود بلفتين بجي خلف العمود اللي بلفة واشتغل غرزة حشو ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثة واجي فوق غرزة البيكو هادي واشتغل غرزة حشو وارتفع اثن عشر سلسل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة اثن عشر اثن عشر اثن عشر بخلي هادي واشتغل فوق الحد عشر منزلقة بعدها بعدها غرزة حشو بعدها عمود نص عمود وبعدها نص عمود تاني بعدها غرزة حشو بعدها منزلقة ثم ارتفع سبعة سلاسل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ارجع فوق ستة واشتغل منزلقة غرزة حشو نص عمود ونص عمود بعدها ونص عمود بعدها غرزة حشو منزلقة ومنزلقة ثانية ونرتفع سبعة سلاسل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة هنا فوق ستة نشتغل منزلقة هنا فوق ستة نشتغل منزلقة غرزة حشو نص عمود نص عمود نص عمود غرزة حشو منزلقة منزلقة هنا شفتوا معي هدي منزلقة وهنا نشتغل خلي هذا الفراغ نخلي هدي نشتغل زي ما قلت لكم هنا تحت من السلسلة هنا تحت عشان نقفل هذا الفراغ اللي عندنا خلاص ما يجي عندكم هنا فراغ ونكمل منزلقات بشكل عادي كل سلسلة معها منزلقة ننزل نرجع في نفس غرزة البيكو نسوي غرزة حشو وثلاث سلاسل نقفل ورا العمود بلفة هنا غرزة حشو ونجي نشتغل هنا البتلاتة هدي بالبابل واحد نسيت سلسلة هنا لا تنسون هنا سلسلة سلسلة ثم عمود بلفة غير مكتمل عمود ثاني بلفة غير مكتمل عمود ثالث بلفة غير مكتمل عمود رابع بلفة غير مكتمل ثم نسحب من الخمسة حلقات ثلاث سلاسل شفتوا الحالة اتمنى انه الشغل واضح هذي لا تهمكم لان الكربشة ما حتظل نهائيا هذي هما الشكل حقهم كيف يجي شفتوا يجي كدا بعدين بتشوفون كيف حنرتب الشغل الحركة حلوة وممتعة في نظام الاسطر ما تملون من الشغل لان كل سطر يختلف عن التالي المهم انا بخلص هذا الدور وارجع معاكم وهنا خلصت هذا الدور هذا هو بقفل هنا هنا وين ما طلعت بهذه السلسلة بقفل عندها بمنزلقة نهاية هنا هم هنا التي ولا يهمكم تشوفونها كده كنا فيها عكرشة ولا شي ولا تعرجات هذي كلها بتتصلح بعد ما نشتغل الحين هنبتدي في الأدوار هذي شفتو هنبتدي نشتغل على هذو سطرين هنا فوق البابل في الفراغات هذي بنشتغل سطرين ثم نرجح ثم نرجح نشتغل النهاية نهاية الأدوار هي هذي أدوار نهاية هي هذي بس احنا فاضلين نظورين على النهاية عندنا هنا في السطر هذا في هذا السطر هنبتدي من هنا هنبتدي من هنا من هنا ناخد غرزة حشو من فوق هذي من هنا هنناخد من هنا غرزة حشو في هذي كنا احنا مخليين سلسلة هنا كنا نفاكرين لما كنا نشتغل هنا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ونسوي سلسلة هذي السلسلة هي اللي بنبتدي منها غرزة حشو خلاص من هنا غرزة حشو هذي غرزة حشو من هنا من هنا ونجي دايريكت ونشتغل هنا عمود بلفة عمود بلفة فوق وفي الفراغ هذا اللي فيه ثلاثة هنا نشتغل اربعة عمود بلفة وهنا خلف الببل هذي كذلك عمود بلفة وهنا في الفراغ اللي فيه ثلاثة هنا هنشتغل ثلاثة عوامد بلفة سلسلتين ثلاثة عوامد بلفة وننزل بنفس الطريقة اللي نبتدي على بركة الله عندنا هادي هادي هنا السلسلة اللي كنا مخليين ناخد كده سلسلة عشان نكفل ونجي هنا ونسوي غرزة حشو ونجي دايريكت على العينة بدون اي سلسلة ولا اي شي دايريكت عمود بلفة في اول فراغ هذا اول فراغ نشتغل فيه عمود بلفة واحد نجي هادي من وراها كده نلف ونسوي عمود بلفة كده نلف الخيط ونسحبه من الخلف من هنا ونسحب الخيط كده عمود بلفة من هنا خلف البابل هادي وفي الفراغ هذا نشتغل اربع عوامد بلفة واحد اتنين تلاتة اربعة هادي اربعة هادي اربعة لف الخيط ونشتغل خلف البابل من هنا بهذا الشكل نسحب ونسوي هنا عمود بلفة خلف البابل هنا عندي تلات عمود بلفة واحد اتنين تلاتة اتنين سلسلة واحد اتنين في نفس الفراغ في نفس هذا الفراغ تلاتة تلات عوامد بلفة واحد اتنين تلاتة 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 اربعة وبعدها لف الخيط بهذه الطريقة ونشتغل عمود بلفة من وراء البابل بعدها عمود بلفة في هذا الفراغ هنا هذا عمود بلفة هنا في السلسلة هذه هنا هذه كده نمشي نشتغل ورزة حشو هذه ورزة حشو دايركتا نروح هادي تضل خلف هادي الغصن هاده حيضل خلف الشغل هنا عمود بلفة خلف البابل كده عمود بلفة في اول فراغ اربع عواميد بلفة واحد اتنين ثلاثة اربعة هنا فوق الفشارة من خلفها وناخد عمود بلفة في الفراغ اللي بعده هنا ثلاثة عواميد بينهم سلسلة ثلاثة عواميد يعني ستة عواميد بينهم سلسلتين ثلاثة ثلاثة اتنين سلسلة هنا ثلاثة عواميد بلفة من خلف البابل ناخد عمود بلفة ثلاثة وهنا اربع عواميد بلفة واحد اتنين ثلاثة ثلاثة اربع لنفل خلط ونعمل خلف البابل هادي كذلك عمود بلف Craw camp نشتغل خلف المابل هادي كذلك عمود بلفة ثلاثة ولنا ناخد في السلسلة ناخد ضرزة حشو هذا السطر بخلصه وارجع معكم. خلصت هذا الدور. هذه نهاية هذا الدور هنا. اقفل بمنزلقة. اطلع سلسلة واشتغل هنا ورزة. منزلقة خليها بعدين هنا عشان اقفل واشتغل. كده من وراء الشغل كده. ورزة حشو. كده ورزة حشو. واجي هنا واشتغل ورزة حشو. كده تشوفوا معي عشان نبدأ سطر هذا السطر. قبل الاخير هتشوفوا معي كيف نشتغل فيه. في الباترون اول شي. عندي هنا. سويت هنا ورزة الحشو هذه من الخلف. وسويت ورزة الحشو هذه الاولى فوق هذا العمود. ونجي بعدها نسوي نص عمود. وعندنا عمود. وفوق هذا العمود لما ندخل نتجاوز هذه في الفراغة هذا. اللي هنا. هنشتغل هنا عمودين بلفة في نفس السلسلة. ثم عمود بلفة نص عمود وغرزة حشو وراء هذه العمود اللي جاي من فوق البابل. بتشوفوا معي في الشغل اوضح. لما نشتغل هيكون اوضح لكم. قلنا هنا هذه هي قرصة الحشو. بعدها نص عمود. بعدها في هذا الفرع عمود واحد بلفة. عمود بلفة هذا هو. وفي هذا السلسلة اللي بعدها عمودين بلفة. واحد. استغفروا. واحد. اثنين. بعدها عمود واحد بلفة. هنا عمود بلفة. وهنا نص عمود. وهنا قرزة الحشو. بنشتغلها بهذه الطريقة من ورا. من ورا هذا العمود. ورا هذا العمود. نشتغل غرزة حشو. بهذا الشكل. بعدها مباشرة في هذه. نشتغل نص في هذه اللي هنا. في عندنا واحدة بالخلف هنا. سلسلة واحد اثنين. عادي هذه هذه. نشتغل فيها نص عمود بهذا الشكل. وبعدها عمود بلفة. وبعدها عمود ثاني بلفة. وفي الفراغ هذا اللي كنا نشتغلنا فيه سلسلتين. حنشتغل فيه عمودين بلفة. واحد. اثنين. سلسلتين. وفي نفسه. في نفس الفراغ عمودين بلفة. فيصير عندنا في الفراغ. اربع عواميد بلفة. اربع عواميد بلفة. بينهم سلسلتين. نجي هنا. فوق هذا العمود. نشتغل العمود بلفة. واحد. اثنين. وهنا نص عمود. هذا نص عمود. وفي خلف هادي. هننقض خلف العمود هذا من هنا من الخلف. ونشتغل غرزة حشو. بهذا الشكل. فنيجي هنا خلفها. عندنا عندنا هنا. نشتغل نص عمود. بعدها عمود بلفة. بعدها في السلسلة هادي. اثنين عمود بلفة. واحد. اثنين. في نفس السلسلة. بعدها هنا عمود بلفة. بعدها نص نص عمود. وهنا غرزة حشو. وهنا في هنا في هذا المحل. هنسوي غرزة حشو. كده. من خلف. هادي غرزة حشو من الخلف. شفته. ونيجي هنا بعدها غرزة حشو. معناته عندي هنا ثلاث غرزة حشو. هادي غرزة حشو هنا. غرزة حشو في الخلف الشغل. وهنا غرزة حشو. يعني ثلاثة هنا في المنحلة هذا. فنجي بعد غرزة الحشو. نسوي نص عمود. بعد نص عمود. عمود بلفة. وبعد العمود بلفة. في نفس السلسلة عمودين بلفة. واحد. اثنين. بعدها عمود بلفة. بعد العمود بلفة نص عمود. وهنا ورا هاد العمود اللي فوق الببل. نشتغل غرزة حشو. نسحب من ورا. خلاص من خلف الببل. من خلف العمود اللي فوق الببل. بعدها عندنا هنا. نحاول نسحب الخيط كده. عشان تظهر لكم. لانه جا فوقها. لغرزة الحشو غطتها. فهنا غرزة هنا. هنسحب نسوي نص عمود هنا. نص عمود. بعدها. عمودين بلفة. كده. عمود بلفة وعمود بلفة. في الفراغ هذا. اربع عمود بلفة بينهم سلسلتين. هذا العمود الاول. هذا الثاني. وعندنا اثنين سلسلة. واحد اثنين. وعندنا هنا في الفراغ. عمودين بلفة. واحد اثنين. يصير عندنا اربعة. يصير عندنا اربع عمود بلفة بينهم سلسلتين. نجي هنا. فوق هذا العمود من هنا. نشتغل عمود بلفة. وهنا. العمود الثاني بلفة. وهنا. نص عمود. عمود. وهنا فوق هذا العمود حق البابلز. ناخد حشو. نسحب شوية الخيط. كده عشان تظهر لنا السلسلة اللي هنا. ونشتغل فيها. نص عمود. انتبهوا للطريقة هذه. لان هي بتخليش تشغل معاكم مرتب. والعدد هو يعني كويس. العدد ما هو. ما فيه اي خطأ نهائيا. اذا اشتغلته هنا. وتجاوزته هذه. ممكن اطلع معاكم العدد خطأ. هنا. عمود بلفة. وفي السلسلة هذه عمودين بلفة. واحد. ثنين. بعدها عمود بلفة. وبعدها نص عمود. هذا هو. بعدها غرزة حشو. بعد غرزة الحشو هاده اللي هنا. هنشتغل هنا. غرزة حشو من خلف الشغل. ونقفل. خلاص. نجي هنا. هادي نشتغل هنا غرزة حشو. وهنا عمود بلفة. لا نص عمود. العفو. وبعدها عمود بلفة. في السلسلة هادي عمودين بلفة. واحد. وثنين. بعدها عمود واحد بلفة. بعدها نص عمود. بعدها ناخد غرزة حشو. وبعدها ناخد غرزة حشو من خلف العمود اللي فوق البابل. بعدها نسحب الخيط. ونسوي نص عمود هنا. هنا. بعدها عمود بلفة. وبعدها عمود ثاني بلفة. وفي الفرع أربع عوامين بلفة بينهم سلسلتين. واحد. هادو اثنين. سلسلتين. العمود الثالث في نفس الفرع. والعمود بلفة الرابع في نفس الفرع. ثم. ناخد عمود بلفة. ثم عمود بلفة. ثم نص عمود. ثم هنا غرزة حشو. من خلف البابل. ثم نص عمود. ثم عمود بلفة. هنا عمود بلفتين. هنا عمودين بلفتين. في نفس السلسلة. ثم عمود بلفة. ثم نص عمود. هنا غرزة حشو. وهكذا شفتوا معاه. هنا بعد ما أخلص الشغل. أخلص هذا السطر. برجع. أخلص. بعد ما أخلص هذا الدور. برجع عندكم. نخلص مع بعض. أخلص. أخلص. هنا بنات. طي ما انتم شايفين معاه. برجع. هنا خلصت. هذا الدور. خلاص. بقفل. بمنسلقة هنا. فنوفرة. تتمونه. وبمينة. قطعة. قطعة خاتة. often. انظر هل هتونا، هذا هو الظهر حكها. نجيب هادو هنا عشا تشوفوهم كده كده ونخلصنا فالحين نمر عن الادوار النهائية الادوار النهائية ابارة عن ثلاث ادوار واحد اثنين ثلاثة هنا ثلاث ادوار خلفية هتكون في الخلف هنشتغلها هنا هنشتغلها هنا في الخلف ودورين هنشتغلها هنا ونقفل بهم هادو هنشتغل مهم هنشتغلها هادو الشغر نبتد هنقرأ كتله هنناخد خات ناخد لور وليكن ايش وليكن ايش وليكن ايش وليكن ايش يكون شوية كتير عشان يمشي لنا الشغر بتنمشي بهادو ونمشي بهادو ناخد اللون ونشتغل هيته وانشتغل هتشوفوا بعيه هنا في في البطرون هذا هذا هو الشغل حق هذي هذه الادوار النهائية هما هذي رأيو هنشتغل هنا على الازرق هاد الازرق شفتو معايا نجي هنا خلف هذا الشغل من هنا هنبتدي عندنا في هذا المحل بيكون بس عندنا زي كده واحد اثنين ثلاثة اربعة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة فراغات كل واحد واحد هنا ثلاثة هنا اربع سلاسل اربع سلاسل اربع سلاسل ثلاثة وفي النص اللي هنا نشتغل ثلاث عميد بلفة ان شاء الله انا بشرح لكم كيف ها يكون الشغل كيف هتشوفون الشغل معها لانه شوفوا معايا هت الباترون لما يكون مرسوم اذا ما بعض الاحيان ما يكون واضح عشان كده لازم نشوف الشغل نظري في الفيديو لان الباترون هذا هو عندنا بس اذا ما كنتي شفتي الشغل ومانك فاهمة تقرأين قراءة الباترون مانك عرفتها ما حتى تعرفين طبقين الباترون بطريقة سليمة بعد ما انهينا الشغل خلاص هنشتغل زي ما قلت لكم هنشتغل على على هذه على الادوار النهائية اللي هي بداية من هذا السطر اللي بالاحمر هذا هنشتغل نبتدي من خلف الشغل هنشتغل من خلف الشغل هنا عندنا اربع سلاسل كل هتمشي واحد اثنين ثلاثة اربعة كل هتمشي باربع سلاسل وورزة غرزة حشغ هتشوفوا معايا هنا هنبتدي من هنا مناخد من هنا اول شيء غرزة حشو غرزة منزله وينزها هنشتغل على اربع سلاسل ونشتغل هنا بناخد كدلك اربع سلاسل ونشتغل هنا في النص حق الخيط هذا اصفر من هنا طلع شوية من هنا ونشتغل فيه وكذلك هنا هتشوفوا معي شغل تطبيقه ان شاء الله كله يمشي اربع سلاسل شوفوا معي هنا بداية سووا عقدة بداية ونجي من هنا من خلف الشغل هنا شوفوا معي عندي هنا هذا السطر هذا هذا السطر لقبل الاخير هنيجي من هنا من تحت في اول في اول عمود لهو هذا اول عمود هنيجي من هنا من الخلف من هنا وناخد من هنا وندخل الصنارة كده ونسوي اول غرزة هنا لازم تكون عندنا اول شي كده عشان نقفل سلسلة وهنا غرزة حشو خلاص هنا هيتقفل عندها الشغل غرزة حشو اربع سلاسل واحد اثنين تلاتة اربعة هنشتغل هنا كده غرزة حشو واحد اثنين تلاتة اربعة هنشتغل هنا شوفتوا الفرق هذا هذا نجي هنا بحيث ما نسوي كده عشان يباني الخيط لا حناخد من السلسلة هناخد سلسلة كده وناخد من خلفها كده غرزة حشو بحيث من هنا ما حيظهر الخيط لما حيظه كده يتجمع ما يظهر خلاص اربع سلاسل واحد اثنين ثلاثة اربعة نجي هنا وناخد كده غرزة حشو كده غرزة حشو اربع سلاسل واحد اثنين ثلاثة اربعة ونجي هنا عند اول عمود من هنا شوفتوا هذا الاول عمود هذا نجي خلفه من الخلف ونشتغل كده غرزة حشو وبعدين اربع سلاسل واحد اثنين ثلاثة اربعة ونجي عند العمود اللي في اول عمود في الشغل في البتلة الثانية خلاص نجي من هنا من الخلف هذا هو وناخد هنا غرزة حشو من الخلف كده لك اربع سلاسل اثنين ثلاثة اربعة ونجي هنا شوفتوا هنا احنا في البداية نشتغل من هنا في اه في النص من النص لما نوصل هنا نشتغل على الخيط اللي طالع من البابل من هنا اربع سلاسل واحد اثنين ثلاثة ثلاثة اربعة ونشتغل في من هنا من الخلف في السلسلة من خلف ناخد غرزة حشو كده واحد اثنين ثلاثة اربعة ونمشي هنا وناخد غرزة حشو كده ثلاثة ثلاثة اربعة ونجي هنا خلف او العمود وناخد كذلك غرزة حشو شوفوا معا هاده دائما يضلوا كده بالخلف شوفوا معا هاده بطريقة هاده شوفوا هنا اربعة 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 هنا في النص ثاني اربعة 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 وهنا واحدة في النص حيصر عندك اذا بدينا من هنا واحد اثنين ثلاثة اربعة فوق فوق هاده المثلت وهنا اربعة اربعة غرز هاده هي الخامسة تكون بينهم. واحد اثنين ثلاثة اربعة وهذه خمسة. يعني اربعة على المثلت. واحد اثنين ثلاثة اربعة. نجعل العمود هذا. ونشتغل ونغرسة حشو. واحد اثنين ثلاثة اربعة وهنا ورزة حشو. واحد اثنين ثلاثة اربعة وهنا وهذا ورزة حشو. واحد اثنين تلاتة اربعة. وهنا ورزة حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة. وهنا ورا العمود هذا ورزة حشو. واحد اتنين تلاتة. اتنين تلاتة. اربعة. وهنا ورزة حشو. هنا بنات انا خلصت هذا الدور. شفته معي هذا. خلصت هذا الدور. بجي. هنا بجي هنا عند البداية اللي بدينا من هالدور. واسوي هنا منزلقة. واغفل الشغل. خلاص. وبسوي منزلقة داخل هنا. داخل الشغل من هنا. لا برتفع اول شي سلسلة. هنا سلسلة. واجي. واشتغل هنا. غرزة حشو. خلاص. هذه غرزة حشو. هنخليها هنا. في اول واحدة. ونشتغل. هنا فوق هذا السلاسل. اربعة. سلاسل هاني. واحد. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. واجي هنا في النص هذي. وغرزة حشو. كده. واحد. اتنين. ثلاثة. اربعة. وفي اللي بعدها هنا. وغرزة حشو. وهنا. كذلك نفس الشي. واحد. اتنين. لا اودي بالله. ثلاثة. اربعة. واجي هنا. وغرزة حشو. هنا لما نوصل عند هذي. اللي هنشتغل فيها ثلاثة عوامل بلفة هنا. هنا. الى لما نوصل هنا هنسوي ثلاثة سلاسل. واحد. اتنين. ثلاثة. خلاص. هذو كلهم يمشون اربعة من هنا اللي فوق هذي. اربعة سلاسل. ولكن لما نجي نبغى نشتغل هنا ثلاثة عوامل هيكون قبلها ثلاثة سلاسل وبعد ثلاثة عوامل ثلاثة سلاسل. وهنا ثلاثة عوامل بلفة. العمود الاول. واحد. اتنين. ثلاثة. ثم ثلاثة سلاسل. واحد. اتنين. ثلاثة. ونجي كده. اللي بعدها هنا. نشتغل حشو. واحد اتنين. ثلاثة. اربعة. وهنا حشو. واحد اتنين. ثلاثة. اربعة. وهنا حشو. لما وصلنا هنا هنشتغل واحد اتنين. ثلاثة. وثلاثة عوامل عوامل بلفة. هنا. في هذه اللي تكون بين الااا بين هادا المتلاتات الاثنين. بين هادى وهاادى دائما يكون عندنا هنا هادى الفره. حنشتغل فيه ثلاث عواميد بلفه واحد اثنين ثلاثة ونشتغل ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثة يعني بعدها بعد الثلاث عواميد بلفه ثلاث سلاسل وقبلها كمان ثلاث سلاسل حشو هنا اربع سلاسل واحد اثنين ثلاثة اربعة نجي هنا حشو واحد اثنين ثلاثة اربعة حشو واحد اثنين ثلاثة اربعة حشو هنا ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثة وثلاث عواميد بلفه كده واحد اثنين ثلاثة ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثة ثلاثة وهنا نشتغل حشو وبخلص هذا الدور وارجع لكم اول شي تشكوها معايا في الباترون هي هاتي هما هادو هنا كنا اشتغلنا فوق هذا المتلد هنا اربع سلاسل اربع سلاسل اربع سلاسل اربع سلاسل ورايحين كده اربع سلاسل وحشو زي ما احنا اشتغلنا في السطر الاول هدا السطر اللي بعده فوق هذا المتلد يجي عندنا اربع سلاسل اربع سلاسل اربع سلاسل هنا ثلاثة ثلاثة سلاسل ثلاثة عواميد بلفه ثلاثة سلاسل كيصر عندنا هنا واحد اثنين ثلاثة هنا ثلاث فراغات هذه هنا تكون بأربع سلاسل والثلاثة هدولة يكونوا ثلاث سلاسل ثلاث عواميد ثلاث سلاسل يعني عشان اللي يكون البطرون واضح خلصت هذا الدور هذا الدور الثاني من الخلفي هذه الأشياء كلها بتختفي هذه الكربش اللي تشوفون هكذا بتختفي شوفوا معايا هنا خلصت هذا الدور الثاني اشتغلت ثلاث عواميد بلفة ثلاث سلاسل وبجي هنا ثلاث سلاسل وفوق هنا بشتغل هنا غرزة حشو خلاص بعدها اربع سلاسل واحد اتنين ثلاثة اربعة حشو واحد اتنين ثلاثة اربعة هنا لأن هذا الفراغ اللي فيه ثلاث سلاسل هنا بنشتغل فيه عواميد ثلاث عواميد بلفة اش بنسوي ثلاث سلاسل واحد اتنين ثلاثة ونشتغل هنا شوفوا معايا هنا هنشتغل واحد اتنين ثلاثة ثلاث عواميد بلفة هنا شوفوا معايا هنا ثلاث عواميد بلفة هنسوي بينهم سلسلة بنشتغل ثلاث عواميد بلفة ثم ثلاث سلاسل هنشتغل فيه ثلاث عواميد بلفة ثلاث عواميد بلفة ثلاث عواميد بلفة ثلاث سلاسل اربعة اربعة ثلاثة هنا سلسلة واحدة وهنا في الفراغ هذا هذا هنشتغل فيه تلات عوامل بلفه واحد اتنين تلاتة بعدها تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة غرزة حشو هنا شفتو كيف بتيجي بهذا الشكل هنا اتنين هنشتغل تنين اربع ثلاثل الفراغين هنسوي فيهم اربع ثلاثل هنا تلات ثلاثل واحد اتنين تلاتة اربعة حشو واحد اتنين تلاتة ثلاثل 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 حشو واحد اتنين تلاتة ثلاثل 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 واحد اتنين ثلاثة سلسلة وهنا ثلاثة عواميد بلافة واحد اثنين ثلاثة عندنا واحد اثنين ثلاثة هنا حشو زي منسو الشبكة واحد اثنين ثلاثة اربعة وهنا حشو واحد اثنين ثلاثة اربعة وهنا حشو بعدها ثلاثة سلاسل واحد اثنين ثلاثة وهنا ثلاثة عواميد بلافة واحد اثنين ثلاثة ثلاثة سلسلة ثلاثة عواميد بلافة واحد اثنين ثلاثة 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 واحد اثنين ثلاثة ونشتغل هنا غرسة حشو واكمل شفتوا معاي هنا هاده خلي هاده كده عشان يظهر لكم الشغل هاده ثلاثة اسطر الحين اللي سوينا في الشبكة هاده هذا السطر الاول من هنا السطر الثاني هذا السطر الثالث بخلص هذا السطر وارجع معاكم خلصت هذا الدور هذا نهاية هذا الدور هنا ثلاثة سلاسل واسوي هنا حشو وهنا اربع سلاسل واحد اثنين ثلاثة اربعة وهنا حشو وهنا ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثة وهنا ثلاثة عواميد بلافة فايش يصير عندنا حيصير عندنا هنا اربعة هنا ثلاثة اربعة ثلاثة ما حيصير عندنا نشتغل اربع سلاسل اربع سلاسل هاده الفراغات هاده حتصير تتقلس تصير تنقص هنا سلسلة وفي الفراغ هاده ثلاثة عواميد بلافة واحد اثنين ثلاثة ثلاثة ثم سلسلة ثم ثلاثة عواميد بلافة زي هنا اشتغلنا كأننا نشتغلنا بغرزة القرانية في هذا الدور في هذه ثلاثة الادوار الهنا او اربع ادوار اللي عندي هنا شفتوها معي ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثة او لا انا اعرفه ماسكي الكاميرا او لا بعد الاحيال اهر بيض كده هنا شايفين معي ثلاثة ثلاثة سلاسل غرزة حشو هتكون عندنا اربع سلاسل مرة واحدة واحد اثنين ثلاثة اربعة اللي هي مرة واحدة هنا بس وبعدها ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثة وهنا ثلاث عواميد بلفة ثلاث عواميد هنا في الفراغ هذا بعدها سلسلة واحدة وبعدها بعد السلسلة هذي في هذا الفراغ هنشتغل ثلاث عواميد بلفة واحد اثنين ثلاثة سلسلة ونشتغل هنا ثلاثة عواميد بلفة واحد اتنين ثلاثة ثلاثة سلاسل واحد اتنين ثلاثة ونشتغل هنا ورزة حشو وهنا اربع سلاسل واحد اتنين ثلاثة اربعة وهنا غرزة حشو وهنا ثلاثة سلاسل هنا ثلاثة عواميد في هذا الفراغ هنا ثلاثة عواميد بلفة واحد اتنين ثلاثة سلسلة وهنا ثلاثة واحد اتنين ثلاثة ثلاثة سلسلة واحدة وهنا ثلاثة عواميد بلفة واحد اتنين ثلاثة هذا الدور بيمشي معي بالطريقة هذا اللي نخلص شفتوا معي هنا هذا هو عشان اشرح لكم كذلك على بالنفس الوقت اشرح لكم على الباترون عشان تفهمون كيف الشغل هذا هو انا واصلة هنا هذا السطر هذا ما قبل اتنين فاضلي اتنين ادوار واخلص هنا هذا هو الدور اللي انا شغال فيه عندي هنا في هذا فوق ثلاث سلاسل تلات عواميد بلفة سلسلة ثلاث عواميد بلفة سلسلة ثلاث عواميد بلفة هنا ثلاث سلاسل غُرزة حشو وهنا اربع سلاسل واحد اثنين ثلاثة اربع اربع سلاسل غرزة حشو وهنا ثلاث سلاسل شفتوا معاه بهذه الطريقة هنشتغل اتوقع انه واضح لكم اتمنى انكم تطبعون الباترون عشان تعرفون تشتغلون عليه ومنها تتعلمون قراءة الباترون اخلص هذا الدور وارجع لكم خلصت هذا الدور بنات شفتوه معايا هذا هو هذا اخر دور انا خلصته ثلاث سلاسل اخر شي واجي شفته معايا هنا واحد اثنين ولازم يكونوا ثلاثة فراغات ايش اسوي باجي هنا عند هاد النقطة هنا واكفل بمنزلقة واكفل بمنزلقة اقطع الخيط عشان حنشتغل بخيطان خلاص هنا حيصيروا عندي هنا في النهاية ثلاثة فراغات واحد اثنين ثلاثة شفتو هذا هو اخر دور بهذا الشكل حنيجي لدور ما قبل الاخير ما قبل الاخير هنشتغلوا بهذا اللون هنشتغلوا باي بهذا اللون هاد عقدة البداية هنجي لدور ما قبل الاخير هذا هو الاخير هذا الدور ما قبل الاخير الدور ما قبل الاخير شوفوا معي هنجي في اي فراغ في النص فوق الاربع سلاسل هادي اللي عندنا في النص نجي فوقها ونشتغل نبدأ نرتفع بتلت سلاسل بداية نتغل عمود بلافة سلسلة ونشتغل فوق نفس هذا الفراغ عمودين بلافة ثم في الفراغ اللي فيه 3 سلاسل هنشتغل عمود واحد بلافة سلسلة 3 عواميد بلافة سلسلة سلسلة. وفي الفراغ هذا اللي فيه تلات سلاسل. تلات عواميب بلف. عمود واحد بلفة من هنا. وفوق الاربع سلاسل هنشتغل عمودين بلفة سلسلة عمودين بلفة. وفوق الفراغ اللي هو تلاتة عمود بلفة سلسلة وهكذا نخلص. تشوفوا معي التطبيق. زي ما قلت لكم حنيجي في اي محل اه مو ضروري تبدو. نعم بنبدأ من من وين انتهينا مثلا. نيجي فوق اي واحدة من هذا. المهم انها في النص نيجي هنا. وابتدي هنا اخذ. اخذ الخيط واشتغل اول شي. هنا ارتفع ثلاث سلاسل. واحد. اتنين. ثلاثة. واشتغل عمود بلفة. هذا عمود بلفة. هنا صاروا عندي عمودين. عمودين بلفة فوق هذا الفراغ. واشتغل سلسلة. والتنين كذلك عمود بلفة. واحد. اتنين. وبدون ما نسوي السلسلة هنا. نمر على هذا الفراغ مباشرة. ونشتغل عمود بلفة. بهذا الشكل. ثم سلسلة. وهنا نشتغل ثلاث عواميد بلفة. هنا في نفس هذا الفراغ. ثلاث عواميد بلفة. بعد هنا بعد الثلاث عواميد بلفة. نشتغل سلسلة. ونجي للفراغ هنا ونشتغل فيه ثلاث عواميد بلفة. واحد. اتنين. تلاتة. وكذلك سلسلة. وهنا ثلاث عواميد بلفة. واحد. اتنين. ثلاثة. سلسلة. ونشتغل هنا ثلاث عواميد بلفة. واحد. اتنين. ثلاثة. في نفس الفراغ هذا. نحط هنا سلسلة. ونشتغل عمود الثاني هنا بلفة. في هذا الفراغ. ثم نشتغل بدون ما نسوي سلاسل هنا. يصير عندنا في الفراغ اللي في النص اللي هو عبارة عن اربع سلاسل هنا. نشتغل فيه عمودين بلفة. واحد. اتنين. ثم سلسلة. ثم هنا في نفس الفراغ عمودين بلفة. واحد. اتنين. وهنا بدون ما نسوي السلسلة هنا نمر على الفراغ هذا مباشرة. ونشتغل فيه ثلاث عواميد. عمود واحد بلفة. سلسلة. وثلاث عواميد بلفة. هيدا واحد. اتنين. ثلاثة. وهنا سلسلة. ونشتغل نعبي هادو من هنا. بثلاث عواميد بلفة. بينهم سلسلة. كده. سلسلة. هنا. ثلاث عواميد بلفة. واحد اتنين. ثلاثة. ناخد سلسلة. ونجي على هادو الفراغ اللي هنا. ونشتغل ثلاث عواميد. بلفة. واحد. اتنين. ثلاثة. ونسوي السلسلة. وفي نفس الفراغ هنا عمود واحد بلفة. وهنا. اتنين عمود بدون ما نسوي السلسلة من هنا من فوق. ناخد عمودين بلفة. كده. ثم سلسلة. ثم عمودين بلفة هنا. واحد. اتنين. وبدون ما نسوي السلسلة من فوق. نرجع ونشتغل في هادو الفراغ عمود بلفة. ثم سلسلة. ثم هنا ثلاث عمود بلفة. واحد. اتنين. ثلاثة. ثم سلسلة. ونجي للفراغات هادي. ونسوي ثلاث عمود بلفة. بينهم سلسلة. ثلاث عمود بلفة. سلسلة. وفي الفراغ هادي نشتغل. شوفوا بشرح لكم زيادة شوي. هنا. احنا ما اخذين هنا. ايش نسوي. ثلاث سلاسل بينهم سلسلة. ثلاث عمود بينهم سلسلة. نيجي هنا. تعتبر هادي. هنا ثلاث عمود هادي. وهنا سلسلة. فلما نيجي هنا. في الفراغ هادا عندنا اثنين. وفي الفراغ هادا عندنا واحد. هنا من فوق هما يعتبرون ثلاث عمود. شفتو. كأنه هادا الفراغ مو موجود. هنا سلسلة. وهنا سلسلة. زي ما احنا ماشيين من هنا من فوق. وكده. زي ما يكون هادا الفراغ اللي عندي من تحت غير موجود. لازم يكون عشان اه نمشي في في نفس اه الرتم. خلاص فهمتو فهمتو الشغلة يعني الواحدة اذا ما فهمت تخليلي في التعليقات. اللي ما فهمت كيف تخلي في التعليقات. بانه شغلة واضح تماما. بزيد اشتغل معكم الحد هنا عشان تفهمو زيادة. سلسلة هنا. تلات عواميد بلفة. واحد. اتنين. تلاتة. سلسلة. وهنا. تلات عواميد بلفة. واحد. اتنين. تلاتة. تلاتة. هنا سوينا تلات عواميد في هذا الفراغ. شفتوا هذا الفراغ. بس سوي هنا سلسلة. وفي نفس الفراغ هذا بحط عمود واحد بلفة. هذا هو. عمود واحد. باجي هنا الفراغ هذا اللي في النص. واشتغل فيه عمودين بلفة. عشان يصيروا عندي كأنني مسوي تلات عواميد بلفة بينهم سلسلة. شفتوا يصير عندي واحد اتنين ثلاثة فيهم سلسلة من فوق. مع انهم مقصومين من هنا من تحت. خلاص. هنا كذلك عمودين بلفة في نفس الفراغ. في نفس الفراغ اللي في النص هنا. وهنا ما حنسوي السلسلة هنا. لا. حنسوي عمود هنا في الفراغ الثاني. ثم نسوي سلسلة كده. بعدها تلات عواميد بلفة. واحد. اتنين. ثلاثة. سلسلة. واكمل هذا الدور كله. وارجع معاكم. خلصت هذا الدور. انتم شايفين معايا. هذه نهاية الدور هنا. تلات عواميد بلفة. سلسلة. عمود واحد بلفة. وهنا كنا سوينا عمودين. هنا ما بسوي اي سلسلة ولا شي. باجي هنا. واقفل. خلاص. اقفل هنا. عشان اغير الخيط. انا دائما تشوفوني اقطع الخيط شوي طويل عشان نساعدني في تنضيل. عشان انضيف الشون. ساعدني يكون ما يقصر علي. الحين. بنشتغل بلون تاني. اخر اخر دور. اللي هو هذا. اخر دور بنات هو هذا. اخر دور حنشتغل فوق كل هذه العواميد. حنشتغل فيها. زائد انه حن نجمع الشغل. حتشوفوني الاطراف هادي. هادي الاشياء هادي كلها. حتتتجمع في هذا. حتتجمع هنا في هذا الدور. بتشوفون معي الطريقة ان شاء الله. لانه لازمها توضيح. ما ما تجيب بالباترون الحاله لازمها توضيح على الفيديو. هنا بنات خلاص خلصنا. هادا الادوار هتشوفوا معي. بنجي هنا. بنجي الهادو. هادي بنطلحها من هنا. بنخلي هادا تلات هنا. شفتوا معي. تلات العواميد هادي. بنطلحها من فوق منهم. بهذا الشكل. بنطلحها من هنا. من فوق من هادا ولا. بتأكد لانه بعد الاحيان انا انا زي من فوق منهم. من تحت منهم. من تحت. تلات اعميدة هادو. نطلحها هنا. ونجي عند التانية كذلك. نطلحهم هنا. هادي وما طلعناهم هنا. هنجي. ونبتدي من. نبتدي من. نبتدي هنا. شفتوا معاي. بنخلي هادا keda. وهادي نجي هنا. شفتوا هادا. هادا الي خلينا فيها سلسلتين من هنا. هذا الفراغ. بنجي عند هادي الاربع سلاسل اللي كانت هنا. الفراغ اللي فيه اربع سلاسل. عندنا فيه عمودين. عندنا فيه عمودين بلفة. عمودين بلفة. و Anyway لدينا سلسلة. هنا سنعمل على هذه الجزئيه من هنا. نعمل فوق هذا. بتشوفون معي بس انو هنبتدي من هنا بنخلي 2 عمود ونجي في هذا الفراغ هنا بفوق هنشتغل في كل عمود عمود هيمشي الشغل فوق كل عمود عمود هنشتغل هنا 3 ثلاث سلاسل 1 2 3 هذا يعتبر عمود خلاص ونشتغل جنبه عمود كده ونشتغل هنا هنجي كده ناخد كده لفه ونشتغل هنا بهذا الشكل لفه كده زي ما انتم شايفين معايا هنا بهذا الشكل تجي وهنا جنبها جنبها هنا كمان عمود بلفه هنا عمود بلفه هتمشي كلها كلها فوق كل عمود عمود هنا عمود بلفه بما انه هنا شفتوا معايا هذا الفراغ منبين فيه بنشتغل فيه في جوه ما نخلي ولا فراغ هنا وهنا في السلسلة وكذلك هنا وكذلك هنا في السلسلة لما نوصل هنا شفتوا معايا هنوصل هنا عندنا هذا الفراغ اللي هنا هناخد كده هناخد ناخد لفه نلف كده الخيط بهذا الشكل ونجي ناخد من هنا ناخد هادي معانا ونسحب الخيط لانا هنشتغل جوه الفراغ بهذا الشكل وناخد عمود بلفه بهذا الشكل شفتوا معايا وهنا جنبها عمود بلفه وهنا كذلك عمود بلفه هنا عمود بلفه وعندنا هنا فراغ عندنا هذا الفراغ فوق وعندنا هذه بالنسبة لهذه بالنسبة لهنا هنشتغلها على فوق فهمتوا هنسوي كده ونسوي هادي هنا ونشتغل ملعه فوق هادي بندخلها قبل قبل ما نلف الخيط ونلف الخيط ونرجع نجيبه من النص بهذا الشكل ونطلع كده من هنا شفتوا معايا ومن الثلاثة بهذا الشكل ثم نشتغل جنبها نمشي كذلك في كل سلسلة نشتغل عمود في كل سلسلة نشتغل عمود هنا في هذا الفراغ اول شي نشتغل العمود جوه هنا ثم لف الخيط من هنا ونجي ونشتغل أو ناخد معانا هذه البتلة من هنا الورقة هادي من هنا وناخد عمود بلفه بهذا الشكل ثم فوق كل سلسلة عمود بلفه فوق كل سلسلة عمود بلفه فوق كل سلسلة عمود بلفه ثم نشتغل هنا عمود بلفه ثم هنا عمود بلفه ثم هنا عمود بلفه فوق كل سلسلة معادة الفراغات اللي تجيكم ما فوق ها سلسلة تشتغلون جوه الفراغ خلاص هنا كذلك عمود بلفه وهنا نجي ناخد اللفه وندخل من هنا وندخل في هذا الفراغ اللي هنا ونشتغل كده عمود بلفه وجنبه فوق السلسلة عمود بلفه وهنا كذلك عمود بلفه هنا هنا في عندي هذا الفراغ نشتغل جوه الفراغ وهنا نشتغل فوق السلسلة هنا هنا وصلنا هنا بشتغل معكم ثانية مرة ثانية هادي باخد اللفه اول شيء ثم اجي في المنزلق اللي كنا اشتغلناها في البتلة هادي وادخل منها شويه دوروها لان تكون صعبة شوي بهذا الشكل كده واجي من هنا واسحب الخير واطلع كأنه عمود بلفه من هنا خلاص تجي هنا تحت واشتغل جنبها عمود بلفه واشتغل فوق السلسلة كذلك عمود بلفه فوق السلسلة اللي بعدها عمود بلفه ثم لما ابغى اشتغل هنا في هذا الفراغ اخذ من هنا اول شيء ادخل اول شيء اخذ معايا هادي البتلة بهذا الشكل ثم الف الخير وارجع في الفراغ هذا واسوي اول سحبة كده من واسوي السحبة الثانية منهم التنينهم كده واشتغل بعدها بهذا الشكل هنا وهادي كدلك كده نمشي هنا على الفراغ هذا اشتغل فيه عمود بلفه ثم الف الخير اول شيء ثم اخذ ثم اخذ معايا من هنا فوق السلسلة اشتغل واطلع كده عشان لازم تكون تحت هادي تكون فوق نشتغلها على فوق وهادي نشتغلها على العمود من تحت هادو نشتغلهم على العواميد من تحت واضح هادي بكمل معكم هنا واخلص اشتغل 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 حزین عباب اشتغل هادي اشتغل ان اشتغل ان اشتغل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه هي بخلص هذا الدور وارشع معكم هنا وصلت بنات لاخر دور ونهاية هذه الوحدة هنا نقفل بمنسلقة هنا ونقول الحمد لله على تمام النعمة الحمد لله خلصناها شايفين معاي الجمال هذا بنظف هذه الخوطة تشوفوا تنظيف شوفوا شغلي مرة احب كده انتهيت من الوحدة خالصة نهائيا ما لاحقني شغل تنظيف نهائيا نظيفة هنا مرتبة شفتوا كده في الاول تظهر لكم انها مفرقة شاو كده ولكن في النهاية خلاص يطلع الشغل جميل جدا ان شاء الله انتم شايفين كده الشغل مرة جميل هذي بعدين لكم بنظفها خلصت انا كل الوحدات الحين الحين انا مخلصة كل الوحدات ما ضلي اللي اشتغل مهاكم بشوف اشتغل معكم الوحدات هذي الصغيرة ان شاء الله الفيديو الجاي انتظروا الفيديو الجاي ان شاء الله اللي هو الجزء الثالث سويت لكم الجزئين الجزء الاول والتاني هذا التاني بيجيكم طويل شوية وانا اسر على طول الفيديو لانه ضروري انه حيجي طويل فضلي الوحدتين هذول هذول بيكونوا في فيديو منفصل الفيديو اللي جاي بنزلكم لهو الجزء الثالث بيكون عندكم هذا ان شاء الله خلاص الى اللقاء للفيديو الثالث ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيعه دائعه احب احبكم في الله واتمنى لكم حظا موافقا حبيباتي الى اللقاء